انا عاوز اعمل مقدمة صغيرة كده ابو سطرين في مسألة من اين نتوقع نتنبأ انه بيحصل تغييرات في النظام تكلمنا عن صدق صبح و تكلمنا عن عباء آآ كامل الوزيري هي دي معلومات ولا استنتجان انا عاوز ورح لك حاجة ولو عب فتح سمعني لازم يركز في الحكاية دي قديك مساء بسيط جدا المعلومة بتبقى واضح منه قولك دي معلومة صح مفيش مكان في مصر من بعد الانقلاب الا هو مكشوف انت عارف كده عفتح تسريباتك مع عباس كامل اتزاعت فمعناها ايه انت لموازع ريال على البلاطة تسريبات بتاع وزير خارجيتك اتزاعت تسريبات قتل الناس في سيناء اتزاعت اوال عديد من التسريبات وزاعت معلومات بقت متاح كتير اول من المعلومات بتاعها لانه لا يوجد اجهزة بتقوم بدورها في واحد بلطاج اسم عن فتح عاوز يسيطر على كل حاجة تسريبات از ادارة الاعلام الحاربي او ما يسمى بالمخابرات الحربية للاعلام اتزاعت صح تسريباتك مع ما ياسر رزق تزاعت مين اللي زح مين اللي جابها مين اللي سربها ما لازم تعرف ان انت لموازع متخرم يعني ما تقوليش امريكا وقطر وتركيا كانت لا منو في معلم ولا انا غلطان يعني انا عندي قدرة ان انا روح اتجسس على فتح سيسي ما حصل الله منين منين يا حسرة فحضراتكم لازم تعرفوا انه الاجهزة دي من خير بقى وده ليس جديد الانظمة لما بتزيد في الاستبداد بيحصل نوع من سموها ديسمي الناس بتقلق بتخيف على مستقبل فيقول لك ايه لما بيعوا بقى فداخل اجهزة بيحصل هذا الشطط ويبيعوا بعضهم والمخابرات بعت الداخلية في سيناء يام المخدرات ويام الانفاق عاد يا جماعة ده ده الطبيق بتاعهم مش حاجة يعني جديدة من عند انا باختراحها ادي واحد اتنين انا عاوزك تفكر بهدوء بالراحة انت ايه خليك معاه في الكاميرا دي حضرتك مين اللي صنع عبدالفتاح السيسي كامل الوزير كامل عباس كامل وهو اللي حط له خطة وهو اللي هيقلو الدنيا صح فالمفروض وساعدوا في كده مين الجدع ليسوا توفيقه كاشا قال الرجلان وانا بتاعك هذا الكلام من 14 الناس دي ما صرها ايه طلعوا من الرئاسة وادعوا المخابرات لما ودا المخابرات دعت له مين اتنين ولدي ايه عباس كامل ذاتي اللي هو يعني مخلص ليك قوي مش عاوز يبقى رئيس مخابرات يعني مش عاوز يبقى رئيس موزرة مثلا فادي فكر مستقبله هو يبقى ايه في ظل نمو الولد هو ده محتاج ان انا اجيب معلومة هو ده يعني مثلا ابن المسؤول موجود في الجهاز وبيقعد مع بابا بالليل وماما تبقى الطبيعي ان عباس ومن حوله ده من اللي موجودين مش بالقدامة يسربوا اخوان ويبقى عباس كامل في بعض التسريبات او الرسائل اللي بتطلع من هذا الجهاز احن على الشعب من ولاد مين السيسي ليه لا يدور خايفين على ابوهم وعباس يبدو يتلبس حالة الوطنة وساعتها تتضارب المصالح ما هو انت ترجع على صراعات صلاح ناصر ومشير عامر وعبد الناصر وكل الرفاق تستوي فحضرتك لو لو تاخد الولادين اللي في المخابر تطلعهم برا عباس هستريح والكلام هيقل ولا انا غلطان يعني انت النهاردة كنت بتعيب على جمال مبارك وعلى مبارك ومبارك انه بيحط ولاده صح النهاردة انت حاطت جوز خيل في جهاز واحد وجوه واحد تاني في جهاز ايه؟ تالت صح؟ وبالتالي يعني عباس لو انا منه دلوقتي ايه يعني هو بيؤمن بيك وانت رسول ما هو عارف انك مصاب هو عارف انك دجال وانه انت هو اللي صنعك لما قال لك نعمل كذا ونعمل كذا وقل له خبرها بيادة واشا وكده نوصل للحكم بسهولة هو قال كده في التسريبات فبالتالي اللي بيقعد يسأل اسالة فيه ناس بتوع التبقى قتل اسالة كده من بتوع المخيم تجيب من ايه واجبش لحد يا ابني بينا خالص ما اقولك ان عباس كامل هياخد شلوت حلو ويطلع مسلا رئيس وزراء يطلع حاجة لازم يحصل كده ليه؟ ان الواد هيكبر فلما الواد يكبر لازم مساحة تاعته تكبر وقال لنا غلطان يطلع حياء بالوقت يطلع حياء بمين؟ بيقعد بس كامل هيك سهلا في انت؟ يعني السيس هيضحب بابنه؟ هيشيله ويفتح له كشك سجاير مثلا؟ منبارك قال لك لا ما فيش دور اسم وفي الاخر كان المعلم قاعد وراشق وسأله لو ميسة حديدة كانت بتلمعه؟ لو احمد شو بيه؟ وعمر اه وعمد اديب انت فاكر احكاية؟ احكاية دي ما تقعدش يتفكر انها يعني ايه السر الاعظم دي حاجة بديهية جدا حاجة بديهية جدا انه فيه سرعات فانت يا تاخد عباس بحطه في حتة تدينه شوالوت لفوق زي كامل وزير كده وبعدين تخلي من المشتير يتفرج عليه وتقول له العربيات بتقع بتاعت السك الحديد يا واد يا وحش فيكم ساري ماد اه 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 وتبسكوا اي حاجة ايه؟ احنا عادين دلوقتي بنتكلم عن مين؟ بقالنا اربع سنين؟ خامس سنين؟ سنة سنين؟ ما هو ياللوة عباس كامل؟ ياللوة كامل وزير ياللوة فلان ياللوة فيه؟ انت تعرف وزير الرئي اسمه ايه؟ طب وزير الصناعة اسمه ايه؟ طب وزير الانتاج العلاقات الدولية والاسمار الدولة ايه؟ ولا انت كل اللعبة كله فين؟ في الحبة دول اسمه عسكر؟ محمد حجازي؟ محمود حجازي؟ صح؟ احمد واصفي؟ لو شفت المشهير خان نمر سادة؟ احنا بنتكلف حاجة تانية غير كده؟ الوزير الوزير النقل سعد الجيوش؟ قال لواء سعد الجيوش؟ قال لواء سعد الجيوش؟ قال لواء مش عارف بيه؟ صح؟ ولا لا؟ في حاجة تانية يا اساس؟ واللوقات اللي هم بقى بتقول ماشرية الهندسية؟ في حاجة في البلد تانية احنا بندرش فيها؟ فبالتاني الجزء ده لازم يكون يسير انتباه العالم ولازم يخاف السيسي؟ يعني انا بصراحة ابني برب فيه وبكبره وبحط في جسم الخبرات عاوزي ومسيحة لازم ياخد مسيحة قال لا؟ فعباس لازم كمان يعني يحس انه بالخطر ما هومش على بعضهم ما تفهمش غلط بس ده اللي حصل نشير عبد الحكيم عامر لما شعر بخطر عبد الناصر بعد النكسة عليه جاب رجالته من السعيد لنسيوت وجابوا سلاح واستدرجوا وجابوا قال لو ما ينفعش يا باشا قال له بس انت سوا الهزيمة السياسية قال له خلص احنا خلص الموضوع ده وتشوف لك حتة تاوى فيها فده الصراعات ليه؟ لانه بقى فيه ابنه وابنه وابنه وبنته وبنت اخوه فالقبيلة دي لازم تقيم ايه؟